يوم دائماً آخر تشهده العاصمة السياسية المؤقتة عدن فيوم الثلاثاء الفائت تم اغتيال عاقل سوق بمدينة الشيخ عثمان فيما شهدت مديرية المعلم حاولتي اغتيال فاشلتين لقياديين أحدهما في الإصلاح والآخر في حركة النهضة السلفية وبحسب موقع صحوانت التابع للإصلاح فقد أطلق مسلحون مجهولون النار على القيادي في الحزب صادق أحمد في حي القلوعة بمديرية المعلى وأصابوه بثلاث أعيرة في الصدر فيما أصابوا أحد مرافقه الذين نقل على الفور إلى أحد مستشفيات عدن لتلقي العلاج وبالتزامن تعرض القيادي في حركة النهضة السلفية بالظال عادل الجعدي لمحاولة اغتيال نجمت عن انفجار سيارته بالقرب من أحد فروع بنك سباء الإسلام بشارع المعل الرئيسي في مدينة عدن وبعد ساعات فقط أغتال مسلحون مجهولون عاقل أحد أسواق الشيخ عثمان عبد الرزاق الحاج أبو حسونة والذي ينتسب أيضا لسلك الشرطة أثناء تواجده وسط حديقة جامع النور بمديرية الشيخ عثمان وذلك بعد أسبوع فقط من اغتيال مسلحين مجهولين لمدير قسم شرطة بئر فضل فهم الصويح ومرافقه الشخصي التجمع اليمني للإصلاح في عدن أبدى في بيان له أسفه إذا الصمت الحكومي أمام ما تتعرض له كوادره من عملية قتل واغتيال واعتقال وتحريض إعلامي بشكل مستمر في وقت طال فيه السطو المسلح والمستمر مقراته في أكبر عملية احتداء تطال حزبا سياسيا في المحافظات الجنوبية للبلاد لا يحتاج المراقب إلى جهد لربط النتائج بالأسباب فالإصلاح كما حركة النهضة السلافية يتعرضان للاستهداف الممنهج من الإمارات على نحو ما يكشف عنه الخطاب الإعلامي والموقف السياسي والسلوك الذي تعبر عنه أدواتها الأمنية والعسكرية والفوضوية التي تتبنى هدف إسقاط الدولة اليمنية الاتحادية بما يرى المراقبون أن استمرار استهداف الكوادر الأمنية يشير إلى بدء مرحلة جديدة من الفوضى أساسها التخلص من الشهود والأدوات وذلك إثر الضغوط الدولية المطالبة بإيقاع العقاب في المسؤولين عن السجون السرية والانتهاكات طويلة الأمد التي تعرض لها المئات من المعتقلين والمخفيين قسريا في نحو ثمانية عشر سجنا تنتشر في جنوب البلاد دوامة العنف والدم تعصف بعدا دون توقف وتحمل معها رسائل لأكثر من طرف لكن أكثر الأطراف استهدافا برسائل كهذه هي السلطة الشرعية ورموزها ومعسكرها السياسي وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد الربو منصور هادي ومفاد هذه الرسائل أن لا مجال للاستمرار في الموضي على خط الدولة الاتحادية دون ثمن باهظ